نساء في القرآن الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الذاكرات الطيبة هن النساء عطر الحياة هن اللوات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين واحفظ أميره وولي عهده اللهم ارزقهما البطانة الصالحة التي تعينهم على نفع البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين حياكم الله معاي أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقاتنا نساء في القرآن اليوم راح نكمل قصتنا اللي تكلمنا فيها الحلقة السابقة احنا تكلمنا عن الأم المتوكلة وهي أم موسى عليه السلام وطبعا التوكل على الله سبحانه وتعالى من الأمور اللي تريحنا كمسلمين لأن الإنسان لمن يعرف إن أمر بيد الله سبحانه وتعالى اهنيه يرتاح لأن فرق لمن يقتنع ويؤمن أن الرزق بيد الله والخير بيد الله والنفع والضر بيد الله فالله قادر على كل شيء يترك هموم الدنيا كلها ورى ظهرة عشان شذي أم موسى لمن الله سبحانه وتعالى قال لها حطي موسى في التابوت من اللي راح ياخذ موسى عدو له وعدو لك العدو هذا هو فرعون هل الإنسان يعتقد ويقتنع إنها العدو وهو اللي بيحافظ عليه مستحيل لو أنا بفكر أني بكون مع أعداء وبيرحموني ممكن لكن إحنا كطبيعة بشر لو إحنا أثنين في مكان ما نقدر نعيش مع بعض نفترق في الحياة هذه طبيعتنا لكن شلون الله سبحانه وتعالى يبي راويننا أن هذا الرسول وهذا النبي يتربى في بيت عدو من أعداء الله وهو فرعون موسى عليه السلام لما التقطته وأخذته زوجة فرعون أفرحت فيه فرح شديد ولما انتربى في بيتهم حبته حب يعني لأنه ما عندها طفل فطبيعي تعلق قلبها بهذا الطفل مني هذه زوجة فرعون آسية بنت مزاحم زوجة فرعون تدري إن زوجها طاغية وهي ملكة لكن الإنسان سبحان الله لما يعيش مع ناس طيبين حبيبين خلوقين يتأثر بهذه الطباعة فعلمها أن زوجها طاغية خلاها تكون مع منه أم موسى عليه السلام وتربي موسى وطبيعي الله سبحانه وتعالى لما يبي يبعث نبي أو رسول يكون هذا النبي والرسول صاحب خلق فالتأثر من هذا النبي وهذا الرسول وهو موسى عليه السلام تأثر بأخلاقه فلما نحبته حبته بأخلاقه بطبيعته بطبيعة أمه فهني الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل في زوجة فرعون ليش طبعا كل شيء في حكمة من رب العباد في ناس تعيش في الدنيا قد تكون زوجة وقد يكون زوج مع الحياة الواحد يكتشف أن الطرف الثاني ما هو نفس طبعة لكن الله سبحانه وتعالى لما نضرب لنا هذه الأمثال في القرآن يبينا نترب على التعايش التعايش في الأسرة التعايش في المجتمع التعايش برى المجتمع وهذه نعمة من رب العالمين أن نحن نفهم هذا القرآن الله سبحانه وتعالى يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا منهما امرأة فرعون امرأة فرعون آسيا آمنت آمنت بالله سبحانه وتعالى لما موسى عليه السلام كبر وعرفت من ملامحه أنه رح يكون لشاء عظيم تربت على هذه الأخلاق على خلق موسى عليه السلام موسى لما نطلع ورح نتكلم إن شاء الله الحلقة الياية في قصة موسى لما نطلع من فرعون لكن خلونا اليوم نقول عن زوجة فرعون ونكملها إن شاء الله قصة موسى عليه السلام لما نطلع منهم فموسى عليه السلام صارت حادث في المنطقة وموسى خاف وقالوا له إنه رح يقتلونك ويجمعون عليك فطلع بعد ما رجع وصار رسول وإن الله أمر أن يروح وهو وهارون يروحون حق فرعون وينصحون فرعون هنا طبعا قصة موسى مع فرعون معروفة مع السحرة لكن محل الشاهد اللي احنا نتكلم عنه زوجة فرعون هذه الملكة اللي تربت والخير ممكن يعني عندها كل إمكانيات الملوك شا اللي يخليها تتبع فرعون تتبع موسى عليه السلام فهمي فرعون استخبر من وين استخبر فرعون إن زوجته صارت مع موسى ماشطة بنات فرعون مسلمة وزوجها مسلم أسلموا بموسى عليه السلام وبرسالته أسلموا بالله سبحانه وتعالى عن طريق رسالة موسى عليه السلام فماشطة بنات فرعون كانت تمشط واحدة منهم من البنات فأخذت المشط لما طاح منها قالت باسمي لا هم متعودين على باسم فرعون فالبنت ذكية وطفلة فتنبهت تعودت على المجتمع اللي يقول باسم فرعون خلاص هذا اللي الرسخ في ذهنها فقالت لها تقولين باسم غير اسم أبوي فقالت لها نعم باسم الله راحت البنت حق أبوها فرعون وقالت لها إن الماشطة تقول باسم الله ومو باسم فرعون طبعا فرعون يدري إن موسى عليه السلام يخبرهم أنه لا إله إلا الله لكن ما يتوقع إن داخل بيته أكو إسلام وإيمان بموسى وبرسالته لأنه فرعون يعني فيه يعني خوف ولد الخوف في بيته في مجتمعه مع قومه مع حاشيته ناداها هنا قال لها أنتش أنتي قلت بسم الله قالت نعم قال لها وأسلمتي مع موسى قالت نعم طبعا معها زوجها ونادى زوجها فقال حق حاشيته سووا حفرة حطوا فيها نار وهذه النار قطوا أولادها واحد وراء الثاني أول بدأ بالزوج بعدين الأولاد هنا عندنا الولد الصغير الرضيع الحين كلهم رماهم جدام عينها ويقول لها أن تكفر بموسى وتؤمن أنه هو الإله فتقول له لا آخر شي الطفل الرضيع شنو قال لها قبل لا يلقون الطفل الرضيع في النار يا أمة اقتحمي يعني طب في النار فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وهذا من الإعجاز اللي الله سبحانه وتعالى مثل عيسى عليه السلام لما تكلم في المهد اهني رماهم كلهم وزوجة فرعون آسية بنت مزاحم اشوف ما قدرت تصبر فأظهرت إسلامها خلاص بعد اللي فيها فيها قطيت الناس جدامي الناس موه ومو أهون فراحت وأعلنت إسلامها آسية أمام الجميع اهني شو يقول لها فرعون يقول لها راح تعذبين يلا اللي بتسوي سوي فقالت اهني إنها آمنت برب موسى سوال لها نادق الحاشية وعفية حاشية طاعتها على كل شيء ما يفكرون أن موسى عليه السلام نبي ولا يفكرون خلاص الظلم إذا القلب سبحان الله الله سبحانه تعالى شو قال كلا برانا على قلوبهم الرين لما القلب خلاص يطمس عليه ما عاد الواحد يفكر في الحق والباطل عنده كل شيء يسويه هو حق وما سواه باطل فامسكوا آسيا وربطوها من كل مكان مثل الأوتاد حطوا لها من أربع جهات الرجلين واليدين وقاموا يضربونها بالسياط وإيه هي ما زالت مؤمنة ويضربونها إلى أن حط على صدرها الرحة ومع هذا آخر شيء وهو يرمي عليها صخرة من فرد قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة قالت سبحان الله إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله يعني يا ربي اللي سواه فرعون هذا الطاغية الظالم ما ليشغل فيه وهذا المفروض أن الزوجة لما تشوف زوجها على الباطل تنصحها إذا ما قبل النصيحة الظلء يا ربها لأن الله سبحانه وتعالى يبي يختبر كل إنسان على طبيعته ونجني من القوم الظالمين فأنجاه الله سبحانه وتعالى إحنا بعض النسوان لما نيوني يتكلمون وتيني أسئلة كثيرة زوجي ما يصلي زوجي ما يصلي يا بنت الحلال صبري عليه لعل الله يهدي زوجي كذا قلت صبري عليه لعل الله يهدي شوفوا امرأة فرعون شلون صبرت على فرعون لكن شنو الله جازاها بالجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسي امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رواه البخاري وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبشر بنساء الجنة فيقول الأفضل نساء الجنة خديجة رضي الله عنها بنت خويلد وفاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم لأنها سيدة نساء أهل الجنة وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وهذا حديث إن شاء الله صحيح فإحنا هنا نبنعلم النساء على الصبر الصبر على ظلم الزوج على قهر الزوج وأيضا الزوج يصبر على زوجته لو كان في المقابل وهذه هي الحياة عشان تستقر الأنفس والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء عشان تشده الواحد الدنيا سريع ما تروح لكن تبقى الآخرة الإنسان يصبر على الدنيا وعلى هموم الدنيا والله سبحانه وتعالى يعوض خير في يوم القيامة وما عند الله خير وأبقى الله سبحانه وتعالى يرزقنا مهل جنة يرزقنا الفردوس لي ووالدينكم والمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أوصى بالمؤمنات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة